شكرا لكم في النشرة الرياضية يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في السابعة والربع من مساء اليوم لقاء وديا أمام نظيره السنغفورية وذلك على أستاذ البحرين الوطنية ويأتي اللقاء كأول مواجهة ودية يلعبها الأحمر برفقة المدرب الجديد الشيكي ميروس لافسكوب حيث أنهى منتخبنا يوم أمس سلة تدريباته على ملعب المباراة وشهد الميران الأخير حضور رئيس اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة الخليفة إذ يأتي اللقاء في إطار التحذيرات الأولية لخوض تصفيات كأسي آسيا 2019 بالإمارات العربية المتحدة نحن اليوم المنتخب يدخل مشوار الإعداد لأهداف عدة عندنا مشاركات مهمة قالنا في رزنامة المنتخب طبعا بالنسبة لي الأشهر الغادمة شهر 19 و11 بيكون مباريات ودية تقريبا ست مباريات ودية وتم تعيين المنتخبات اللي رح نلعب معاها والمنتخب إن شاء الله رح يشارك أيضا كذلك في بطولة العالم العسكرية كذلك تاهل فريق مركز شباب أبو صيبع وفريق مركز شباب سافر إلى الدور نصف النهائي من دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية الرابع لكرة قدم الصلاة هو الأول لذوي الإعاقة إذ يقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة وبذلك سيلتقي في نصف النهائية الأول عند الخامسة من عصر يوم السبت القادم فريقاء أبو صيبع وسافر بينما سيقام نصف النهائية الثانية عند الساعة السادسة مساء ويجمع الفائزان من مبارتي الأمس فيما سيكون اليوم الجمعة راحة لجميع الفرق المشاركة أحب أن يلاعبيننا بهذه الروح التي ظهروا فيها وشيء ليس غريب عليهم مع أنه لم يكن لدينا أعداد ولا في أي مكان حق نتدرب فيه بس الشباب كانوا قد المسؤولية والحمد لله الله وفقنا أشيد وبارك بهذه الخطوة الممتازة لسموه الشيخ خالد بن حمل على رعايته لهذه البطولة الأولى في مملكة البحرين والتفاة الطيب والمبارك لهذه الفئة المجتمعية المهمة لهم الشباب وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه التوجه وعلى هذه التركيز على الشباب في البحرين خاصة المراكز الشبابية وأيضا نعرف أن ذوي الإعاقة سوى لهم أول بطولة هذه السنة وطبعا لاقت قبال من الجماهير عقد مساء أمس المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم أولمبياد المحافظة الجنوبية الصيفية والذي يعد الأول من نوعه وكذلك آخر الاستعدادات لإقامة هذا الحدث والذي من المقرر أن ينطلق فعالياته اليوم وذي يستمر حتى يوم الثامن من سبتمبر المقبل وقد اعتمدت لجنة المنظمة للأولمبياد اليوم الأول لإقامة حفل الافتتاح والذي يتماشى مع رؤية الأولمبية المتبعة بتنظيم الألعاب الأولمبية الدولية سواء من طابور الفرق وإيقاد الشعلة التي تجسد القلب النابض للرياضة عامة ترجمة نانسي قنقر